وفي القراءات أيضا قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي أن حكومة محمد شيع سوداني ستكون على المحك خلال الأيام المقبلة مبينا أن الانتخابات ستكون تحت إشراف أمريكي مباشر وحذر بأن تداول السلمي للسلطة في العراق أصبح مهددا وأن مقاطعة الانتخابات قد تتحول إلى عنف يهدد السلم الأهلي حيث غيرت حرب غزة المعادلة الإقليمية في السياق قال المتخصص في الاستراتيجية والأمن الوطني في رأس إلياس إن ما يجري في العراق هو حرب الكل ضد الكل والبقاء للأثكاء